بدأت فكرة ستهم بحلم الأستاذ رقوفة عبدالعزيز لا مش حلم يقزة الحقيقة كنا بنصور في مسلسل انحراف وفجأة أكلمني تاني يوم الصبح كده احنا كنا بنفكر يعني ايه المشروع اللي هنعمله 2023 كنا أعتقد 15 يوم رمضان يعني في نصر رمضان كده فقال لي أنا حلمت بالمشروع اللي هنعمله قلت له مشروع ايه قال لي فيه ستات كده في المجتمع لبس توب الرجال وبتاعه وحاجات كده وانا بفكر ان انت تعملي الفكرة دي قلت له لبس توب الرجال قلت له يعني انا بعمل راجل قلت له دي حاجة صعبة قوي قال لي لا وانا حلمت كمان باسم المسلسل قلت له اسم المسلسل ايه قال لي ستهم قلت له جالك في الحلم ان اسم المسلسل ستهم قال لي اه فدي كانت اول فكرة لمسلسل ستهم يعني هي فكرة استاذ زرقوف عبدالعزيز اختارني انا لتكسيد دور ستهم وهو اللي اختار اسم المسلسل تطورت الفكرة بعد كده انه هو فكر مين يكتب فالحقيقة ملقاش اقدر ولا احسن ولا اهم من استاذ ناصر عبدالرحمن عشان يكتب المسلسل ولان استاذ ناصر عبدالرحمن رجل صعيدي عنده روائع كتيرة صادية من اهم الحاجات اللي اثرت في المجتمع ولانه كمان ناصر عبدالرحمن الصعيدي عنده مختلف لانه حقيقي قوي وبيلمس المجتمع الصعيدي فدي فكرة مسلسل ستهم وتطورات الفكرة يعني انا بقول انه ربنا حباني باني اقدر اعمل بطولة اني اختار قضايا تمس بني جنسي وهي المرأة وانا بعتبر ان مسلسل ستهم هو تكريم مثال تكريم للمرأة بشكل عام المسلسل ده بيقول شكرا للمرأة وشكرا لكل من يحترم المرأة طبعا كنت خايفة من التحول ده وفي البروفات لأول مرة واحنا بنلبس التوب الرجالي وبنعمل المكياج الرجالي انتبتني حالة نفسية كانت صعبة جدا جدا وكل كان ملاحظها علي دي ما كانتش في التصوير دي كانت برة وكت عندي حالة عصبية شديدة وقلق وتوتر وانه هو المسألة اصعب ما في الموضوع مش اني قلبس توب الرجال او قلبس جلبية راجل الصعب في ان انت تصدقني تصدق ان 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 انسة هتشتغل مع رجالة وهي وهي راجل فطبعا كان الموضوع في صعوبة ولكن كان فيه تحدي بالنسبالي كان فيه تحدي ومتعة متعة كبيرة قوي قوي الحقيقة المسلسل ده على قد ما هو صعب على قد ما فيه استمتاع ان انت جواك كممثل بتكسر تبوهات عندك انت خايف من المنطقة دي ففجأة بتخش وتكسرها وتحس ان انت انتصرت فهو المسلسل ده كمان كان بالنسبالي نفسيا مختلف سعيدة بمشاركة النجم ياد نصار في المسلسل وانا بقولكو لما تتفرجوا على مسلسل ستهم هتكتشفوا ان البطل الحقيقي في مسلسل ستهم ياد نصار الشيخ ياسين التهامي في مسلسل ستهم مش مجرد شيخ المدحين اللي كلنا بنحب وانا واحدة من مرودين والحقيقة واحدة كنت بقى ليه في غراف الموالد فلك انت تخيل شيخ ياسين هو صوت مسلسل ستهم هو بيمثل في مسلسل ستهم هو سعيد في مسلسل ستهم والحقيقة حصلت بيني وبينه في التصوير حاجات كتيرة قوي مش هادر احكيها دلوقتي مش هادر اكشفها دلوقتي لانه انا بعد ما حصل ده كنت فخورة بنفسي يعني انا كنت سعيدة انه هذا المدد حاصل بيني وبينه لا يعني حاجات هفجرها بعد كده وهحكيها حاجات مخلياني مبسوطة يعني اللهجة الصادية الحمد لله الحمد لله لاني اشتغلت قبل كده صعيدي فعندي المبادئ فعلا المسلسل من قصص حقيقية في الحياة احنا ما بنعملش الحقيقة قصة تاريخ حد او قصة حياة حد او سيرة ذاتية لحد العمل تحول فني في حياتي الفنية بشكل كبير جدا جدا اولا انا براهن على مسلسل ستهم لانه مش مجرد مسلسل ممثلة بتراهن فيها على دور ولكن انا براهن على دور براهن على قضية براهن على مسلسل صعب جدا 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 ولكن يمس كل مرأة في الوطن العربي ستهم هتلاقيها في كل بيت بشكل مختلف ومغاير ستهم لاول مرة قصة كفاح امرأة صادية او قصة صعود امرأة صادية